شارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في فعاليات المنتدى 36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والذي يُعقد بالعاصمة الأردنية عمان وخلال الجلسة الفتاحية للمنتدى قام سويلم بتقديم عرض توضيحية تحت عنوان استخدام مصادر المياه غيلة تقليدية في إنتاج الغفاء باستخدام الطاقة المتجددة وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية يشارك في المنتدى 120 مشاركا من الوزراء والخبراء ومسؤول المياه بالمنطقة العربية والإسلامية